صباح الخير متابعي تقسى العرب في السعودية نهر اليوم الخميس تبقى الأجواء مستقرة في عموم المناطق وأجواء حارة إلى شديد الحرارة في عموم المناطق باستثناء المناطق الشمالية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي تحطل على إثرها زخات من الأمطار رعدية إن شاء الله مترافقة بهبوب نشط للرياح مثيرة للأتربة والغبار أما عن درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم بالعاصمة الرياض بتسجل تقريباً 42 درجة مئوية وأجواء صافية نسبة الرطوبة 40% وسرعة الرياح 16 كم في الساعة دعونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في عموم مناطق المملكة نبدأها شمالاً مع سكاكا بتسجل 40 نهاراً 29 ليلاً عارة عربية 42 و28 تبك بين 40 و27 وهذه المناطق تتأثر بحالة بعد الاستقرار الجوي تحطل على إثرها زخات رعدية من الأمطار المناطق الغربية والمدينة منورة بتسجل نهاراً 42 أجواء حارة جداً 29 ليلاً مكة المكرم بين 44 و32 أجواء حارة جداً جدة بين 38 و32 والطائف بين 34 و23 درجة مئوية وأجواء غائمة جزئية بإذن الله ننتقل إلى المناطق الجنوبية الغربية كل من أبهى والباحة بتسجل نهاراً 31 ليلاً عشرين جازان بين 37 و31 درجة مئوية وأجواء غائمة جزئية إن شاء الله مع المناطق الشرقية والدمان بتسجل نهاراً 42 ليلاً 29 وأجواء صافية ومشمسة حفر الباطل بين 44 و29 أجواء حارة والإحساء 46 نهاراً 30 ليلاً وأجواء حارة إن شاء الله أخيراً لمناطق الوسطى بتداء مع العاصمة الرياض نهاراً بتسجل 42 ليلاً 31 بريدة 43 نهاراً 30 ليلاً وأتربة مثارة حائل بين 40 و28 واحتمالي لهطول زخات الأمطار إن شاء الله متابعين تابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب أولاً بأول شكراً لحسن الاستماع إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر